لكنه لا يستطيع العودة الى عدن لماذا؟ الرئيس هادي لا يستطيع العودة الى عدن تاكيد حكومي رسمي صريح صادر من مستشار هادي عبد العزيز جباري تاتي تصريحات جباري المستقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء بعد سلسلة اعتراضات رسمية على اداء الحكومة وتعطيل التحالف لمهامها في المناطق المحررة لماذا يستقيل الوزراء جباري ثم الصياد ولماذا لا يستطيع هادي العودة الى بلده تقول الوقايع انه تحت الاقامة الجبرية يؤكدها جباري باجابة ضمنية لقناة اليمن الرسمية مفادها عودة هادي يجب ان يسبقها تصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف من علاقة تابع ومتبوع الى علاقة ند لند يعني العلاقة ما بيننا وما بين الاخوة في التحالف يجب ان تصحح يجب ان تكون علاقة علاقة ندية علاقة الشراكة لا يجب ان تكون علاقة تابع ومتبوع يرى محللون أن العلاقة بين الرئاسة والسعودية وصلت إلى طريق مزدود وأن تصريحات الجبوان ثم السقالة جباري ثم ظهوره من قناة رسمية مطالبا بتصحي العلاقة مع التحالف يعد بنظر محللين رسالة غير رسمية من الرئيس هادي نفسه لشعبه وللتحالف في آن بأن اليمن لم تقبل الإهانة من ميليشيا الحوثي ولن تقبلها من غيره هل تؤثر الأزمة بين السعودية والشرعية على مسار التسوية السياسية القادمة مسشار الرئيس عبد العزيز جباري كان أكثر وضوحا في حديثه لقناة اليمن الفضائية عن مستقبل المفاوضات مع ميليشيا الحوثي حيث أوضح أن الحوثي لا يريد حلا ولا يمكن أن يقبل بالسلام محذرا بأن استمرار مشروعه سيكون خطرا على الإقليم كله وليس على اليمن فقط بات واضحا أن حسم المعركة مع الانقلاب عسكريا وسياسيا وأيضا نجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد مرتبط بإعادة تعريف العلاقة بين الشرعية والتحالف لكن هل تستجيب الرياض أم تتنازل الشرعية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة ترجمة نانسي قنقر